حوالي سنة ونص بنعم أم لا بتقول صدقة أنطوان الشويري حين قال لك أرفوني ورح يأرفوك نعم صدقة 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 مية بالمية صدقة السيد صلال يقال بس واحدة ثانية أرفوني وحيأرفوك هشلوني ورح يعشلوك وكمان صدق لأنه اللي عنده كرامة اللي عنده كرامة بعض الإعلام عنا بالبناء سيئ عم يعطي منابر لناس تشتم عيب اللي عنده كرامة بيهرب ونحن من الناس اللي عندهم كرامة اللي بيعطوا ما بيأخدوا واللي جايين يعطوا مش عم بيجوا يستفيدوا من الكرة السلة خليني أخذ رأيي سعادة مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زاد خيمي اللي كان له جولات مكوكية خلال اليومين الماضيين سعادة المدير صباح الخير صد صباحك نيالك أنا كاعد مع طلاط حبيبي يا أستاذ زاد أستاذ زاد يعني نحلت القصة بحسب معرفنا من يومين وعرفنا الاجتماعات ياللي صارت ولكن كل ياللي صار ومسلمته كوزارة من خلال يعني حمل معالي الوزير وحملته كوزارة بشكل عام مسئولية عدم دخول الجمهور لأرض الملعب وهيدا الشيء يعتبره النادي الرياضي خلل بالاتفاق ياللي صار نحن بنحمل على كل حال بس أنا بدي أشير لعدة نوعات لأني تسمى لأني تسمى على كل المقابلة وبشكل سريع أولا فيما يخص الجمعيات العمومية لكل الاتحادات أنا مع الاستاذ طلال المأدي سمية بالمية لأن الجمعيات العمومية هي اللي بتنتج إدارة الاتحادات والجمعيات العمومية فيها خلل وعملت تم بتسويات وباتفاقات وبصفقات وإلى آخره لذلك أنا مع هذا الكلام أما الموضوع الثاني موضوع عدد أعضاء الاتحاد يعني 15 عن جد شيء مش معقول أنه كيف بدون يجتمعوا وكيف بدون يلتقوا وكيف بدون يخدوا قرارات فهذا أمر كمان منه مقبول هذا ببين أنه في إدارة خاطئ إدارة اللعبة كاتحاد بلبنان إدارة بتنظم مباريات إدارة خاطئ ما عنده رؤية ما عنده خطة ما عنده منهجية ما عنده برنامج ما عنده سياسي بكل أسف يعني أنا هون مش عمال بقول أني أنا متضامن أو أنا مع الاتحاد أنا مسؤوليتي أني رعى الاتحادات ومسؤوليتي أني صوبها ووجهها كوزارة بس أنا حقيقة اللي موقف من هذا الموضوع لا بد من العلاج برأيي أنه المرسوم 13 تم تعديله والآن بمجلس الشورى الدولي اللي هو يعالج موضوع الجماعيات العمومية وعدد أعضاء الحقيقات الإدارية في الاتحادات هذا بقول بشكل سريع حبيت رد عليهم وأكيد رح نتشاور مع الأستاذ طلال إذا كان في أي أمر وأكيد نستفيد منه لحتالي كمان نستفيد منه أكثر أستاذ زيد بس بموضوع النادي الرياضي رح روح على نادي الرياضي خدنا معك خلي بيايك تقول لأ أمرك أولا قبل المباراة بيوم يعني بعد مباراة أنيبال مباشرة وبعد توقيف اللاعب وبعد اتخاذ قرار بنقل المباراة اجتمعته صار اللي صار وتم الاتفاق صدر عدة تصريحات حتى أنه أحد العنوين الرئيسية لأحدى الصحف المهمة بالبلد كتبت بالعنوان العريض إننا مستحضر بوسطة عين الرماني إذا حدا شخصها بنكون كان الجو كثير مشحون كان على الأرض في جو كثير ضاغط فتدخلت الوزارة إيمانا منها بأنه لا يمكن أن تقبل بأنه هذا الوضع يكون تدخلت الوزارة ولأت إلي للحل نوعات الثلاثة اللي نحكى فيهن هي أولا إلغاء العقوبة عن اللاعب اثنين تأجيل المباراة إلى موعد آخر ثلاثة عونة المباراة إلى المنارة موضوع الجمهور ما بحث ترك بعهدة معالي الوزير كي يبحث هذا الموضوع مع الجهات الأمنية بالتشاور معها بعد التشاور تبين أنه بالتشاور تبين أنه ما في حياة في إمكانية إذا ما بيكون في جمهور بيكون أفضل أنا بتأديري كل شيء بحث بالوزارة فيما يتعلق بإنقاذ اللعبة وبإقامة المباراة إلا أمر واحد من بحث هو نتيجة المباراة بكل أسر يعني أنه كان مطلوب أنه كمان نبحث بنتيجة المباراة أنا بتأديري أنه معالي الوزير فيس الكرامي جعل النادي ينتصر على الاتحاد وبكل صراحة كمان أيضا جعل الموقف للنادي الرياضي وما يمثل النادي الرياضي أن ينتصر على موقف آخر بكل أسف عمالي بحكي طبعا كنا مقتنعين لأنها بنمنع الفتنة بالنهاية وبنننقذ ما تبقى من اللعبة على أن تقام المباراة أما أن يوجه التهم والسهام لإلنا بتأديري أنه هذه تغطية بكل صراحة تغطية لعدم إقامة المباراة لأنه أنا بتأديري أنه كان في أسباب أخرى تمنع قيام المباراة وقد تكون الأسباب فنية إنما مثل معالي أستاذ طلال ربما موضوع الجمهور كان حجي لعدم قيام المباراة إنما بكل صراحة أقول نحن عنا أي كل الرياضة بلبنان ما بتساوي نقطة دم كل الرياضة بلبنان وموقفنا كان كتير واضح وصريح وبتأديري أنه الوزارة تعرضت للطعم وتعرضت للغدر لأنه ما قامت به الوزارة هو آخر ما يمكن أن نقوم به ونحن نستعدين لتحمل أي مسؤولية في أي وقت كان من أجل السلم الأهلي لقيام رياضة وطنية صحيحة لأنه ما نشهده اليوم رياضة لكالرياضة وطنية أستاذ زيل أنتو عم تقولوا تعرضتوا للغدر واليوم صحيحة المستقب ما اللي بتقول اتحاد منحاز ووزير غدار ورئيس حكومة غائب عن السماء بكل أسف أنا ما عم بيحكي عن الاتحاد ولا بدي دافع عنه للاتحاد ولا بدي دافع عن هذا أنا أعمل بقول الموقف الصافي والنقي لوزير الشباب والرياضة اللي اتخذوا واللي ضغط فيه على الجميع من أجل إقامة المباراة أنا مني بدي دافع عن الاتحاد أبدا الاتحاد بكل أسف ساهم بأمور كثيرة وأنا متضامن مثلا مع المتحد مع المتحد لتعرض لتعرض إلى إبعاد بطريقة قانونية مبررة بطريقة قانونية أنا متضامن مع المتحد انتبه بهذا الموضوع إنما ما جرى في اليومين الأخيرين كان لمصلحة نادي الرياضي 100% شكرا لألك سعاد مديران وزارة الشباب والرياضة زيد الخيامي السيد صلال بدك تسمح لي في رد من عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل يبدو عنده شيء ما باختصار شديد لو سمحت صباح الخير أبو الحيام صباح أنا بأحده للاعب سماعيل أحمد هو من كيفة اللعبين اللي ما رأوا بالنين ومتطور كان عنده أقليق كثير عاري تفجأت فيه بالبلعب لأي بصورة وصل بالسباب والشتام كان تعرض لإلي مباشرة أو لمدينة الزحلة أو للجمهور الموجود بالملعب اللي كان موجود فيه أنا رجعت بطط منه نسمعين أنه وصل على على الاتحاد وعدنا بإعتذاره ورجعت اليوم تفجأت فيه أنه رجع عم يرجع يقول أنه لا ما أصب وما شاستم ولا هذا شيء يصار أنا بستنكر هذا الكلام جمعا وتفصيلا وأنا بزعب أكيد أنه طيب الاتحاد وسائل وكلام من إسماعيل الموسط على التليفزيون بمؤابلة معه أنه هو مجموض حكي وهو يصبب دين الزحلة وشتامل إليه شخصيا واضح لك التفسير شكرا على التوضيح السيد مارون جبرايل عضو الاتحاد لبنين لكرة تسلي السيد صلال الأنون تفسيراته الأمور التشنج قال كلمة لأستاذ زاد وشكروا عليها كل كرة تسلي في لبنانية تساوي نقطة الدم إذن الأمن الأمن أولا هذا ما فيه أي شك فيه إطلاقا اثنين ممكن أنه ينضبط الأمن وعلى كل نادي وكل رئيس نادي أن يكون مؤهل لضبط جمهوره والأولين تنص بس فيه روح الأنون وفيه نص الأنون اتحاد كرة تسلي بيستعمل روح الأنون ووقت اللي بده وبينسبه وبيستعمل النص حرفيا ووقت اللي بينسبه بغير موضوع وزغلت بمنطقة معينة لأنه استعمل النص بيصلحها بغير محل بيستعمل الروح تبعه اليوم آن الأوان لأنقاذ كرة تسلي وكان كتير واضح الاستيزاد الخيم وبشكره على وضوحه أنه المشكلة في الجمعيات العمومية المشكلة بتحرير قلدية كرة تسلي من المتبول للفرد وتأمين مدخيل ولا يمكن تأمين المدخيل إلا بتأمين التغطية الإعلامية والتغطية التليفزيونية لا يصير عندها وتحريرها من السياسة والسياسيين وطالما ليست محررة من السياسي والسياسيين ستبقى فيما هي عليها سنبقى وننقى بنفسنا مع محبتنا وننضم إلى جمهور كرة السلة الكبير والكبير جدا الذي يشاهدها ويشارك بها من على شاشة التليفزيون في عندي تقرير عن نادي الحكبة اللي منا نعطي حقه كيف خرج من بطولة لبنان للفينال فور وكيف وصل لشونفيل تقرير مفصل ومنتابعه طريق الحلم اللي عم يسعى لتحقيقه أول مرة من 25 سنة من تاريخ تأسيسه عام 1987 بيأمل فريق شونفيل أنه تكون الخطوة الأولى ناجحة بنهي موسم 2011 2012 بوادر إمكانية تحقيق الحلم ظهرت مع نجاح بناء ديك المحدة بخطف أفضلية الأرض والجمهور وبحجز الهومكورد أدرنتج من خلال احتلاله المركز الأول بنهاية الفينال المدير الفني غسان ساركيس اللي استنم تدريب الفريق المتني عام 2005 نجح لأول مرة بإيجاد تشكيلة قادرة تخطف اللقب بوجود عناصر بإمكان الاعتماد عليها ساركيس بيتمت بالدرجة الأولى على قائد الفريق فاد الخطيب والأمريكيين سام هوسكن وماركوس هيسلب لكن هالشي ما كان كافي لو لو وجود العوامل المسيادة بلعبين مميزين مثل إلي إصفان ونديم حاوي وكارل ساركيس والحسن دنبش وغيرهم أما أنيبال اللي بعده عم بيكمل المشوار وعلى الرغم من انسحاب الرياضة إلا أنه بيستاهل الوصول للنهائي لأنه الفريق الوحيد لهذا عرش الرياضة والشانفيل بجدرة أنيبال اللي تأثس عام 1950 واللي دايما كان يعاني من مشاكل مادية على الرغم من عراقته انفتحت له أبواب جنة المنافسة بوجود الممول وديع العبسة اللي وعد بإيصال الفريق لمرحلة المنافسة بالموسم المقبل ووفى بيوعده قبل وقته الفريق الزحلاوي مع المدرب الصربي ميودراك تيرزيتش كان بدأ مفاجآته بإحراز لقب دور الدبي وبيأمل بإحراز اللقب المحلي مع مجموعة لعبين مميزين مثل غالب رضا ورودريك عقل وماثن منين وشهار ثابت ورئيس ميحا وأجنبيين سوبر مثل جايوغ مباريات النهائية تنطلق اليوم على ملعب الشونفيل ببيك المهدي على أمل أن تكون المباريات مثالية بالتشجيع الحضاري والتحكيم المميز والأداء الفني الرفيع ليكون بليق بسمعة كرة السلة اللبنانية العالمية اللي خف وهجة بآخر سنتين هذا تقرير كيف وصل الشونفيل قبل الختام سؤال أخير للإستاذ طلال مأدسي قال الأستاذ زاد خيامي أن هناك كان فيه تشاور مع القوى الأمنية هل يتم تحميل المسؤولية للقوى الأمنية التقرير ذكر أنه هناك أن السيد ودي عابسي سيصل بنادي الحكمة إلى الفينال بطولة لبنان السنة المقبلة والكلمة الأخيرة لعلك سؤال واحد أول شي الأمن فوق كل شي وإذا نحنا ما من نقدر نأمن الأمن بحضور 200 متفرج بملعب كرة السلي أعمالية خطرة اثنين بالنسبة لوديع العبسي وديع العبسي يدعم أندية رياضية ومشكور بس إذا يوصل نيد الحكمة بأي صفة ليس عضو بالجماية العموية وليس عضو بنيد الحكمة هلأ بيدعم نيد الحكمة أهلا وسهلا فيه بالعكس نحنا بالعكس بالعكس ما لازم إنسان ياخد مبادرات وإعلامية بنيابة عن فريق يعني أنا المبول الرئيسي لدي الحكمة 50% ومحكيت الكلمة ولو يمكن أني يكلم لأنه بنيد الحكمة في رئيس للنادي وفي نجنة إدارية وبتأمل لنا هي إذا تيقض قرارات شكرا أنا بدأت شكرك أستاذ طلال مأدسي إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك على هالحلقة اليوم الغنية اللي كانت بفقراتها وباتصالاتها شكرا لكل المتابعين الإعادة يوم الثالثة بعد نشرة الأخبار الليلية وبكرة مع كرة القدم اللبنانية ببرنامج أوف سايد موسيقى